مظاهرات لطلاب الجزائر للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي دعماً للحراك الشعبي المطالب بإزاحة رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقح الطلاب خرجوا محافظين بذلك على التعبية المستمرة للحراك الشعبية رغم العطلة ومناسبة عيد الأضحاء مع تسجيل متابعين حضوراً مهماً للمواطنين إلى جانب الطلبة في هذه المسيرة مما أرجع إلى اغتنام الكثير من العمال فرصة عطلة العيد لموازرة الحراك وطالب متظاهر الثلاثاء بمذنية الدولة وبإنهاء ما سموها السلطة العسكرية الجديدة ورددوا شعارات تطالب القضاة بالانضمام إلى مسيرات الحراك فيما سلكت المظاهرة المسار المعتاد انطلاقاً من ساحة الشهداء في اتجاه البريد المركزية ثم ساحة أودان قبل أن يسلك المتظاهرون الطريقة المعاكسة وتنفض الجموع وكانت مسيرات الحراك الجزائري قد انطلقت منذ أزيد من خمسة وعشرين أسبوعاً بشكل منتظم كل جمعة إضافة إلى بعض الأيام الأخرى وفي مقدمتها يوم الثلاثاء الذي اعتاد الطلاب التظاهر فيه وانطلقت المظاهرات كردة فعل على إعلان مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لممورية خامسة وعلى وقعها أعلن تراجعه عن الترشح قبل أن يستقيل ويعتذر من الجزائريين لم يتوقف الحراك باستقالة بوتفليقة بل ظل يطالب بإزاحة رموز نظامه وتمكن من دفع رئيس المجلس الدستوري السابق إلى الاستقالة فيما أخفق في دفع كل من الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة إلى ذات المصير تسبب الحراك كذلك في دفع الساسة إلى العزوف عن الترشح في الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو ليتعذر تنظيمها في ذلك الموعد وقد بدأت هيئة للحوار الأسبوع الماضي مشاورات لتحديد موعد وشروط جديدة للانتخابات عبرزها انتخاب أعضاء لجنة لتنظيمها ومراقبتها